اشتركوا في القناة وتجاوز عن سيئاتي انك انت الغفور الرحيم استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولذوي الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ان حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك فاجد بما انعمت علي من نعمة الاستغفار اللهم ما عصيتك حين عصيتك استخفافا بحقك ولا استهانة بعذابك لكن لسابقة سبق بها علمك فالتوبة اليك والمغفرة لديك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم غفار الذنوب واتوب اليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب اذنبته عمدا او خطأا استغفر الله العظيم من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم عدد ما احاط به العلم واحصاه الكتاب اللهم اني اسألك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت اسألك بان تغفر لي فانك عفو تحب العفو فاغفر لي واعف عني يا رب اللهم امين يا رب العالمين ايها الاخوة والاخوات نلتقي في ميالي مع قراءة في كتاب نحو تفسير موضوعي لصور القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه سورة يوسف سورة يوسف تحكي قصة سيدنا يوسف عليه السلام وقصة يوسف قطعة من تاريخ الاحياء وليست رواية من وضع البشر فالتاريخ المستور نسق آخر تظهر فيه سنن الله في الناس وتملي الحقائق نفسها على من يحسن الإفادة والاعتبار لذلك يقول الله لنبيه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم دخل فيما أوحى الله إليه إنه يتلقى ما يجيه وحسب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وختمت السورة بآية يصح أن يوصف بها كل ما ساق الإسلام من قصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قصة يوسف الدعوة إلى الله ومواصلة البلاغ مهما كثرت العوائق مثل يحتذى ويظهر أن نبوءته بدأت مع بلوغه سن الرشد قال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين في سورة يوسف الثلاث رؤى جاءت كوضح النهار أولاها ما قصه على أبيه أول صورة من سجود الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا أما الثانية فقد وقعت مع مبادئ عهده بالسجن ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمر وقال الآخر إني أران أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وبعد أيام قلائل كان تأويل الرؤية الأولى يتم كما تم تأويل الثانية والثالثة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم بعد أن تمت القصة التي سرد القرآن وأحداثها قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون نعم إنه ما كان لديهم فيرى وما كان قارئا حتى يطالع أخبارها إنه الوحي الأعلى قص عليه ما كان دون تزيد ولا تحريف ومع ذلك كثير من الناس كذبوا بنبوة محمد